أجواء الحرب والكر والفر تعود مجدداً إلى التخوم الشمالية لمدينة تعز هنا في منطقة الزنوج التي شهدت خلال الفترة الماضية أعنف المعارك وأشدها شراسة قبل اندلاع أحدث الاشتباكات الواسعة هنا في هذه الجبهة الشمالية والشمالية الشرقية لمدينة تعز كان الجيش الوطني في تعز يتحدث عبر قادته الميدانيين عن عودة الحشود العسكرية لميليشيا الحوثي المعززة بالدبابات والسلاح الثقيل الذي استقدمته من الحديدة استعداداً لتنفيذ هجوم كاسح على ما يبدو على مدينة تعز أولى بوادر هذا التحشيد تجلى في الهجوم الذي صده رجال الجيش الوطني المرابطين في هذه الجبهة مساء الثلاثاء هجوم هو الأشرس من نوعه الذي تنفذه الميليشيا واستهدف بالإضافة إلى منطقة الزنوج مناطق كلاب والأربعين وكنب الروس وبعزيمة الرجال تم صد أكثر من هجومات عليها ولكن نحن هنا صامدون حتى آخر قطرة من دمائنا لم تتخلى الميليشيا عن هدفها الأساس المتمثل في السيطرة على الزنوج وصولاً إلى جبل جرة الذي يحتل موقعاً حاكماً في مدينة تعز لكن الجيش الوطني هنا مستعد لخوض معركة الكرامة رغم الخضلان الداخلي والخارجي كما يعبر أحد قادته الميدانيين البارزين في هذه الجبهة لكن الآن مرتبط بجيش جيش التبع الشرعية شرعية ومرها بيتحالف هذا الجميع لنغلط أنفسنا يعني وإلا لو كان الأمر مرتبط برقاء القبهات والله ما صمد شهر لو نصف الحوبان وتعز محررة فيما ينعقد أمل هذا الجيش على التعيينة الرئاسية الأخيرة المدنية والعسكرية في إحداث تطورات عسكرية جوهرية تفيد صمود هذه المدينة وتضحيات أبنائها وتقرب من هدف التحرير الكامل أحدث المعارك أسفرت وفقاً لجيش الوطني عن تكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد حيث لقي ما لا يقل عن أربعة من عناصرها مصرعهم فيما لا تزال جثث هذه العناصر حتى اللحظة في منطقة الاشتباكات من منطقة تمركزها في جبل الوعش وشارع الخمسين لا تتوقف الميليشيا عن محاولاتها المستمرة للهجوم على هذه المناطق الاستراتيجية حيث تقع معظم هذه الهجمات في الليل فيما تعود الجبهة إلى الهدوء الحذر طيلة النهار كهذه الساعات التي سنحت لإحدى الزيارة النادرة للإعلام لهذه الجبهة المنسية خلفت الحرب الشارسة في هذه الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز خربا كبيرا في المباني السكنية والعامة ودفعت مئات السكان إلى مغادرة منازلهم والنزح إلى مناطق أخرى ومعظم هذه العائلات تنتمي إلى فئة متوسطية الدخل بمعايير العيش في مدينة تعز الأمر الذي يشير إلى الكلفة الباهضة للحرب التي تتكبدها هذه المدينة منذ سنوات